موسيقى على مدار سنوات وعقود ماضي وحاضر ومستقبل يظل قطاع النشئين محور الاهتمام الأبرز والأهم لمسؤولي الأهلي ارتبط القطاع بأسماء نجوم برزوا وخرجوا من هناك في ملاعب مقر مدينة نصر لتنطلق إلى ستاد التتش ويتألق مع الفريق الأحمر ويبقى المدرب الجواهرجي الذي يختار مواهبه ويعمل على تطويرها لتظهر ببريق الماس وتحصد البطولات والألقاب في قلعة الجزيرة عمرو أنور اسم لا تخطئه العيون والأذان فهو مدرب لديه الأدوات والقدرات الكبيرة التي منحته اختيارا وتطوير العديد من العناصر التي باتت جزءا من الهيكل الرئيسي للفريق الأول بدأ عمرو أنور مشواره مع الكرة لاعبا في صفوف الأهلي لفت الأنظار بموهبته ومهاراته محققا العديد من البطولات والألقاب حتى أعلن اعتزاله واتجه لمجال التدريب عمل في مدرسة الكرة وقطاع الناشئين وتنقل بين عدة محطات ما بين المملكة العربية السعودية وليبيا ومصر حتى عاد من جديد لتولي فريق الشباب بالنادي نجح بشدة في العروبة واتحاد جد السعودي ليقدم المدربة المصرية في أبهى صوره قيادته لفرق عديدة مثل الاتحاد الليبي ومصر المقصة ونجوم المستقبل منحته خبرات متنوعة في أجواء مختلفة ليصبح هو الرهان الحقيقي للأهل وجمهيره في تصعيد أجيال ومواهب جديدة تكون ذخيرة للفريق الأول عمرو أنوار يتحدث عن مستقبل الأهل ونجوم بكرة في الأشبال أهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيفي اللي منوارني وشرفني النهاردة كابتن عمرو أنوار المدرب الكف المدرب المميز داخل قطاع النشئي بالناد الأهل نسأله أسئلة كتير النهاردة وكمان هيطامن جمهور الناد الأهل عن مستقبل الناد الأهل في النشئين يعني شايفين ما شاء الله عملية تصعيد كبيرة وهيقول لنا النهاردة كمان يعني أسماء تانية غير اللي الصعادت خلال الفترة اللي فاتت بالمناسبة كابتن عمرو أنوار دي السنة التالتة لي على التوالي مع شباب الناد الأهل موسم سبعة مع فريق سبعة وتسعين حقق البطولة السنة اللي فاتت قبل الغاء دوري النشئين أيضا كان العلامة المميزة في فريق شباب الأهل وكان أيضا القريب أو الأقرب لبطولة الدوري والسنة دي إن شاء الله هنسأله طبعا عن الاستعداد للموسم الجديد منوارنا مشارفنا كابتن عمرو أهلا بك إزاك أسامة وبحييك وبحيي كل اللي عاملين في القناة وبحييك على التطور الكبير والرائع في القناة هو ده الناد الأهلي دايما في تطور مستمر في كل شيء ده صراح حاجة جميلة أو حاجة مبهرة فعلا يعني من المدخل لحد هنا الواحد شايف حاجات جديدة أو حاجات جميلة صراح حاجة أحييكوا عليها صراح طيب زي ما احنا بنتكلم عن عملية التطوير وبنقول فيه تطوير دايما في الناد الأهلي ودايما فيه الجديد وزي ما أحييك بتتكلم عن القناة أيضا فيه تطوير كبير داخل قطاع الناشئين السنة دي في الناد الأهلي مظبوط يعني احنا بدأنا يعني أول ما النشاط رجع بعد التوقف اللي حصل للموسم الماضي بسبب أحداث كورونا من أول يوم يعني الملاعب فيها تطور الأدوات فيها تطور الملابس فيها تطور يمكن الحاجة الوحيدة بس اللي هي بالنسبة لنا اللي هي يعني زي ما هي إنه هو أنا موجود مع نفس الفريق اللي أنا كنت موجود مع السلفات اللي هو فريق الشباب موني التسعة وتسعي إنه ما غير كده صراحة فعلا يعني كل شيء جديد إن شاء الله بنأمل إن احنا بإذن الله إن شاء الله نعمل موسم قوي السنة دي ونقدر نعمل حاجتين يعني نقدر نفوز بكل البطولات اللي موجودة في القطاع ونقدر إن شاء الله الحاجة التانية إن احنا نساهم إن احنا نطلع لعيبة للفريق الأول يكونوا إن شاء الله يعني حاجة يعتمد عليها للفريق الأول إن شاء الله في المستقبل بإذن الله إن شاء الله بيفرع مع المدير الفني يا كابتن عمر لما بلايه الإمكانيات متاحة ومتسهلة بالنسبة له وزي ما حاك بتقول فيه تطور في الملاعب في الأدوات كمان في مدير فني أجنبي ده بيفرع مع المدير الفني لمزج الفريق ومع اللاعبين أكيد أكيد يعني أنت كل ما بتوفر المدير الفني الأدوات كل ما بتساعده على النجاح الأدوات دي بقى هتلاقي أدوات بشرية سواء جهاز معاون أو جهاز إداري أو جهاز طبي لعيبة ملاعب يعني الأدوات حتى بتاعت التدريب اللي موجودة مختلفة خالص عن السنين اللي فاتت فلا كل ده طبعا بيساعدك في شغلك وبي يعني بيديلك مساحة أن أنت تطلع كل الحاجات الكويسة اللي جواك يعني من الأبرز الأسماء بتعاون الكابتن عمرانور فريش شباب السناتي. يعني أنا معي من الموسم اللي فات معي أحمد عبدالزاهر مدرب عام ومعي أحمد يونس مدرب مساعد وكابتن إياب خميس مدرب حراس مرمى أحمد عيد مدير إداري دكتور أحمد أبو عبلة طبيب ودكتور محمد حسن الأحمال مسؤول عن الأحمال وكابتن محمد السيد لعلاجة الطبيعية. هم هم نفس المجموعة اللي كانت موجودة معي. في تفاهم كبير طبعا. طبعا. يعني هم احنا دلوقتي يمكن دي تالت موسم بنتعامل فيه مع بعض. اه. تعاملنا موسم اللي هو القبل اللي فات ده كان مع الموليد سبعة وتسعين. اه. والموسم اللي فات فات موليد تسعة وتسعين. سبعة وتسعين مش عايز أعدي برضو سبعة وتسعين لنا. طبتن عمرانور أخذ الدوري. يعني أنا شايف ان دي برضو من البطولات اللي هي كانت صعبة جدا لأن انا أما استلمت المهمة استلامت في يناير. اه. وانا لما استلامت في يناير كان فيه حوالي حداشرة لعيب او اتناشرة لعيب طلعوا اعراض. اه. من الفريق. اه. هدي كانت بالنسبة لي كانت اه. صعوبة فيها صعوبة. اه بالزبط. فطريت ان انا في الوقت ده ان انا برضو كنت اعتمد على لعيبة من التسعة وتسعين ومن الالفين وساعة من الالفين واحد كمان. يعني بس الحمد لله لعيبة كانت على قدر المسئولية وآآ قدرنا ان احنا نعمل يعني الدور التاني قدرنا نعمل مبارات قوية جدا ونعمل كن انت حتى لو تفتكر في مرة لما بتكلمني عشان تزيع مطش الزمالك. ايوة. ومطش لو تفتكر. قلت لك انا ما عنديش مشكلة. اه. انت بتقول لي ايه رايك نا? قلت لك انا ما عنديش مشكلة. عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة وفعلا اللعيبة كانت على قدر المسئولية. يعني قدرنا نعمل مباراتين. مم. في منطقة القوة وقدرنا نفوص بالمباراتين. مم. يعني مع فرقتين من من اقوى الفرق اللي كانوا موجودين في البطولة وقدرنا ان احنا نحسم البطولة لو تفتكر في الموسم ده قبل ما تخلص باربع مطشات. فدي ما كانتش حاجة برضو حاجة سهلة يعني. كان في بعض الاصوات او بعض الناس اللي كانت يعني بتقول على إلغاء بطولة البطولات الناشئين السنة اللي فات. اه. كابتن عمرانو كان هو برضو الاقرب. اه. احنا الموسم مش المفروض الموسم اللي احنا فيه دلوقتي. مظبوط. انا الموسم ده كان هو الاقرب برضو لبطولة. مظبوط. احنا عملنا يعني عملنا موسم اكثر من رائع صراحة يعني. آآ يعني حتى معظم الفرق الكبير عملنا. معنا بعض اللقطات طبعا يعني من بعض المباريات السنة. آآ يعني احنا عملنا نتائج ايجابية آآ مع الفرق الكبيرة كلها. آآ يعني كسبنا زمالك رايح جاي. يعني كسبنا زمالك في الزمالك تلاتة. وكسبنا عندنا اتنين. آآ كسبنا عندنا اتنين. آآ دوري قوي. جدا. يعني دوري منكاس بالزلط. آآ عملنا مباراة كبيرة جدا مع الاسماعيلي. اه. في اسماعيلية عدلنا اتنين اتنين. اه. وانا شاف ان فرقة الاسماعيلي دي من اقوى الفرق اللي موجود على مستوى مصر. اه. يعني حتى الموسم اللي قبل الماضي. اه. اه. ما كانوا اخدين البطولة. اه. بفرق كبير جدا. اه. لا عملنا عملنا مبارات قوية جدا. استهلا فاتت. كنت بتمنى ان البطولة تكمل. اه. علشان يعني الشكل كويس. والبداية اللي احنا عملناها. والمجهود الكبير اللي احنا عملناه. يتوج بطولة. اه. بس ما حصلش نصيب. بس يمكن انا الحاجة اللي معوضاني بقى شوية. اه. اللعيبة اللي اتصعدت للفريق الاول. اه. يعني بسبب الموسم اللي احنا لعبناها ده. يعني بسبب النتائج الكبيرة اللي احنا عملناها. اه. اتصعد اكتر من اللعيب مع الفريق الاول في الفترة اللي فاتت. يمكن دي حاجة عوضتني شوية عن ان احنا محسبناش البطولة. اه. وحياتكم بتكلم واحد منهم. ايوة. محمد شكري. اه. حمد شكري يعني واحد من الابناء كابتن. اه. اه دي حقيقة. اه. يعني هو الولد ده السنة اللي فاتت. اه. وفخري وعادل. يعني يمكن انا انا مش عايز اتكلم على حد يعني مخصوص. بس يمكن انا شكري السنة اللي فاتت. اه. اه. اه ساعدني وصعد الفرقة بشكل كبير جدا. ان احنا كان عندنا نواقص كتير في مراكز. ايوة. فشكري السنة اللي فاتت تقريبا اللعب في الخمس مراكز. ايوة. واجات في الخمس مراكز. يعني هو اساسا باكليفت. باك. معايا السنة اللي فاتت. وصفت. ولعب ديفندر. اه. ولعب صانع لعب. اه. ولعب جناح يمين ولعب جناح شمر. ده بيدي للعب اه اه حرية لما بيطلع كده في الفريق الاول. ان المدرب شفنا اه محمد شكري بيلعب في الحتة. جناح. جناح جناح. ده بيدي له اه يعني افضلية انه هو لعب في المكان ده. النهاردة المدرب في فريق النشيين وفريق الشباب. استعام بيه في الحتة دي وحفزه وعلمه. دي بتفرم علاقة. اكيد. اكيد. ما بيبقاش خايف. اه. ما بيبقاش راهب الموقف. ما بيبقاش راهب المكان. بيبقاش راهب واجبات المكان. بينزل بيعني بيلعب زي ما يكون بيلعب في مكانه الاصل. اه. فانا يعني انا يعني انا انا بقول لك انا يعني انا الحاجة الوحيدة اللي عوضتني عن البطولة بتاعة السال فاتت. اه شكري تصعد. اه فاخري تصعد. فارس. اه. الفترة اللي فاتت دي عادل اه زنوم. اه. طبعا بالاضافة طبعا لمصطفى شوبير. ايه. واساسا موجود مع مع الفريق الاول. كان بينزل لعب معنا بس المباراة الرسمية بتاعتنا. اه. اه. فلما يعني لما يبقى فيه خمس لعيبة موجودين من فرقتك مع الفريق الاول. حتى لو ما بيشاركوش فترات طويلة او ما بيلعبوش بشكل اساسي. اه. دي حاجة يعني حاجة تبسطني وحاجة تفيد النادي ان شاء الله في المستقبل. بسعيدة كابتن عمر لما تشوف محمد شوكري في الملعب وفخري وصطفى شوبير في مبارات الترسانة بتحس ان التعب الكابتن عمر انور بيتعبه مع اللعيبة في مقطع الناشئين بيتحقى على الارض الواقع. اه دي حقيقة. اه. وبص مش موضوع التعب بس. اه. موضوع ان انا عدت مع مع الكابت الخطيب. ايه. ومع لجنة تخطيط. اه. ورشحت لهم الاسامي دي وشافوها. اه. الحمد لله اثبتت ان ان وجهة نظري سليم او رؤيتي مزبوطة. تمام. فدي حاجة تسعدني اكتر. اه. ان انا زي ما انت بتقول دول ولادي. اه. انا بقى لي معهم سنتين دلوقتي. اه. فيه تعامل واضح وصريح ما بيني وما بينهم. حتى هم النهاردة الولاد جوم كلهم اتمرانوا معايا. يعني لما الفرقة. سفرت النهار. اه. ما فضلوش ان هم يريحوا او ان هم يتمرنوا في الجيم الواحد يوم. لان ان انت عارف تقريبا الفري الاول الفرقة كلها سفرت مفيش حد غير المصويت. شكري. كله جيل نهاردة. شكري وفخري وفارس وعادل. اه. كلهم جوم النهاردة. اه. وشاركوا كمان في المباراة الوديا اللي كانت. اه شكري. شارك. شارك في المباراة. اه. المباراة بتاعت يوم الخميس بقى ان شاء الله حيبقوا كلهم موجودين. اه. لان احنا ابتدينا خلاص بقى يعني نخش في 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 رتم المباريات الاول يعني احنا بدأنا بآآ بمبارات خفيفة شوية. اه. علشان برضو ما احناش آآ جاهزين بدنيا بنسبة مية في المية. لان احنا نتعارف فترة راح اربع شهور كتيرة جدا. احنا بقى اننا حوالي شهر ونصف او شهرين شغالين. اه. فابتدينا نعمل مباراة آآ ودية تدريجية. من من يوم الخميس ان شاء الله حنبتدي بقى نعمل مباراة قوية ونقدر اه طبعا. ان شاء الله بإذن الله. عايز اقف عند واحد من اللاعبة اللي حاك بتقولهم آآ مصطفى شبير. مصطفى شبير آآ الفترة اللي فاتت اقويل وكلام كتير عن مصطفى شبير. لما زعنا المباريات واحنا بنزع على شاشة قناة الاهلي. والناس بدأت تشوف قدام موهبة حقيقة فعلا. لا ده مصطفى شبير ما بتجملش. ده فعلا موهوب. نهاردة لما كمان شارك في مباراة الترسانة. ما شاء الله عنده الشخصية والسبات الانفعالة في الناد الاهلي. وفعلا خامة مبشرة. شايف مصطفى شبير ازاي? شوف انا مصطفى شبير كان معي من وانا مسك منتخب الفين. آآ. وعدت بعيد عنه آآ يمكن حوالي سنتين او تلاتة. آآ. لحد ما رجعت انا تاني مع مع فريق سبعة وتسعين. آآ. وكان هو الحرس الاساسي في المسابقة بتاعت سبعة وتسعين. آآ. انا انا شفت تحدي مختلف. شفت شخص مختلف. آآ. حد اشتغل على نفسه كويس جدا. آآ. كل النواقص اللي انا كنت بتكلم معاه فيها. عملها. آآ. وطورها. وآآ. ويعني بص. انا وجوده معي في الفريق او وجوده معي في المتشاط بيدين انا كمدرب ثقة كبيرة جدا. ويمكن انا كلام ده اولته قبل كده وبقوله تاني. احنا دايما بنقول ان نلعيب الكورة. وخصوصها اللي بيلعب في التلت الهجومي. سواء مهاجم او صنع لعب. دايما بتقول انه بيبقى عنده بصمة دايما بتشوف. انما انا لما يبقى عندي حرس مرمى كل مطش عنده بصمة. دي حاجة مختلفة. آآ. مصطفى المباراة اللي لعبها معي السنة اللي فاتت. والسنة اللي قبلها. كل مباراة عنده بصمة. عنده بصمة في المباراة. بصمة في المباراة. يعني انا فاكر آآ مباراة الزمالك الاخيرة بتاع التسعة وتسعين. آآ. احنا كذبانين آآ كنا كذبانين واحد صف. تصدي. انت اشوف انت. بالزبط. احنا يعني بعد ما دخل فينا جون فاول ثابت كده تعدلنا واحد واحد. التصدي اللي انت بتقول على ليه ده الكرة دي لو دخلت فينا كانت المباراة هتمشي في سكة تانية خالص. آآ طبعا. كانت لقطة المباراة كرة دي. بالزبط. آآ. للعيبة. ان احنا هنكسب هنكسب. وبعدها يمكن بحول لي سبعة داقة وبتمن داقة قدرنا نجيب الجون التاني وقدرنا ان احنا نفوز بالمباراة. فدي حاجة من الحاجات اللي تتحسب له. آآ. انا كنت بتمنى ويمكن انا يعني يعني حصل كزا لقاء وكزا حوار مع ميشيل مدرب لجوان قبل كده. آآ. في آآ قبل الكورونا. وانت عارف ان احنا يعني النادي القالي كان كان متصدر الدوري بشكل كبير جدا وفارق كبير جدا من بداية الدور. آآ. فانا حتى يعني في مرة من مراته انا بتكلم معاه قلت له يعني انا كل اللي بتمنى ان آآ ان مصطفى ياخد فرصة لان انا يعني انا شايف ان الامور لو مشت كده. آآ. اللي اهلي هيحسم الدوري قبل ما يخلص بحوالي ممكن خمس اسابيع وستة اسابيع. آآ. فقلت له في الحالة دي لازم ياخد فرصة يعني بشكل كبير. آآ. ولازم يبقى موجود ولازم يلعب. لان حتة التمرين حاجة. وان انا اكون حارس طبعا. في مباراة رسمية حاجة تانية. آآ. لان الانت لو تلاحظ او يعني تفتكر الموسم اللي فات كانت المباراة مضغوطة. آآ. فما كانش فيه حتى فيه وقت. آآ. ان الجهاز الفني يقدر يعمل مباراة ودية. آآ. فانت النهاردة كلاعب او كحارس طول السنة بتتمرن بس. ما بتلعبش حتى مباراة ودية. ما بتلعبش مباراة رسمية. عشان كده هو نفسه كان حريص جدا جدا. انه يوم المباراة بتاعاتنا الرسمية انه يكون موجود ويكون متواجد. آآ. فرعت حتة المباراة لما كان بيلعب وشوفنا دلوقتي محمد شكر بينزل ويلعب. حتة ان المباراة تتزايع. طبعا. 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 مع اللاعبها. طبعا. بص. اللاعيب لما بيحس انه هو متشاف. آآ. من الفريق الأول دلوقتي هو بيلعب من غير جمهور انت النهاردة لو فيه جمهور بيحضر في الملعب في المدرجات لا انت هتشوف شكل مختلف تاني هتشوف اداة مختلف تاني من اللعيبة وفيه لعيبة يعني مستوى حيرتفع يعني بشكل غير طبيعي فطبعا حتة إزاعة المقبريات دي تعويض عن عدم حضور الجمهور فطبعا كل العيبة بيحاول انه يثبت وجوده بيحاول انه يثبت نفسه بيحاول انه هو يظهر نفسه بشكل كويس عشان يبقى له فرصة مع الفريق الأول واحنا ان شاء الله يعني بنوعدكم المسم ده ان شاء الله بالامكانات الكبيرة دلوقتي والتطوير الكبير موجود في قناة الأهلي هنكون موجودين معاكم داخل قطاع الناشئين على الهواء مباشرة من خلال زاعة المباريات كل أسبوع ان شاء الله مع كل فرق القطاع وبدوم صوت لصوتك دايما جمهور النادي الأهلي هو السند الحقيق كابتن عمر عايز اسألك عم السناني ولكن بعد الفرصة اهلا بحضراتكم من جديد كابتن عمر كنت بس ألك عن مسماني بس قبل ما نروح بقى لمنطقة المسماني والحديث عن مسماني وتصعيد الناشئين ورأيك شخصي في مسماني كمدير فاني لنادي الأهلي كنت من ضمن الاستعداد للمسم الجديد تلعب مباراة مهمة برضو مع فريق الشرقية اه مظبوط اه انا كن لعب الفريق الأول نادي الشرقية اه اه يعني انا في بداية كلامي معاك قلتلك احنا تضاره هنبدأ بقى اه هنبدأ نعمل مباراة قوية اه عملنا مباراة جيدة يعني تقريبا برضو قدرنا نفوز تقريبا اربعة مبارح اه 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 لا الشكل كان كويس في تطور في الأداء في تطور حتى في الأداء البدني كويس بيزيد من مباراة للتانية اه بنحاول ان احنا ندي فرص للناس كلها علشان نقدر برضو نحط ايدين على التشكيل الاساسي الفريق ان احنا ان شاء الله نقدر نبدأ بين موسم بإذن الله عايزة سألك عن احمد عبدالقادر يعني اخر اه مش اقول صفقات النادلة اللي هو ابن من ابن النادل اهلي الظبط خد تجربة احتراف ورجع تاني البيته عايزة سألك عنه اخباره حالته ايه لا لا حالته كويسة جدا وحالته جيدة جدا ويمكن انا الاسبوع اللي فات كنت في النادل اهلي الجزيرة اه وكان فيه اجتماع مع كابتن سيد وحتى يعني من الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ان انا قلت له ان الولد ماشي بشكل كويس جدا اه ومحتاج ان هو اللي هيجيب الجنة اللي هو التالت داد لأ اه اه قلت له لا هو الولد ده لازم يكون موجود لا احمد عبدالقادر لا لعب كويس ولعب عن الموهوب لعب تييد يعني بلغة الكرة ولعب تييد اه فانا حتى قلت الكابتن سيد قلت له يعني الفترة اللي جاية ان شاء الله بعد ما تخلصوا من المباراة بتاعة الدور قبل النهاية بتاعة افروطيا اه يعني ياريت يكون موجود مع الفريق يتمرن ويتشاف لان برضو حتة ان فيه جهاز فن جديد وعنده يعني عنده تطلع ان هو يستعين بالعيبة شباب وان هو يستعين بالعيبة من القطاع انا شاف ان دي تبقى فرصة كويسة حتة انه يتمرن ويتشاف في الملعب في وسط اللعبة الكبار لا انا شاف ان دي تبقى فايدة لي للولد وللمدرب ان شاء الله ومهمة ايضا يعني عملية التنصيق اللي بتتم دايما طبعا ما بين كابتن عمر انور وما بين ايضا المسؤولين في الفريق الاول كانت كاميرا الاشبال موجودة ايضا في لقاء الشرقية وبعد اللقاء كان لنا لقاءات مهمة مع مدربي فريق 99 طبعا احنا بقلنا حوالي شهر ونص بدقين فترة الاعداد عملنا كذا مباراة تجربية كان مستوى طبعا اقل من كده دي يمكن اول تجربة قوية بنلعب فرقة درجة اولى شرائية زائزية الحمد لله ظهرنا الفرقة كلها بمستوى كويس بدنيا وفنيا وخططيا حقا نتيجة كويسة 4-0 الولاد في حالة ممتازة طبعا ممتظرين طبعا بداية الدوري ان شاء الله نقدم مستوى كويس السنة طبعا يعني احنا الحمد لله عندنا كذا موهبة موجودة في الفريق محتاجة بس فرصة انها تتنمبوا وتشاركوا ان شاء الله يظهروا بمظر كويس في شادي في عربي في فخري شكري كل دول موجودين دلوقتي مع الفريق الأول ومشي بصورة كويسة جدا وان شاء الله يعني يبقى ليهم دور بعد كده في الفترة اللي جاية ويظهروا بمظهر كويس ان شاء الله اكيد طبعا كابتن عمر يعني ما بيبخلش على الولاد بأي نصيحة سواء فنية او حتى في الحياة العامة يعني فعلى تواصل دايما مع الدرجة الاولى بيقدم لهم التقارير عن اللعيبة ومن كويس في كل مركز يعني الحمد لله يعني في تواصل كويس بينه وبينهم طبعا يعني كل الناس بتشيد بكابتن عمر بأخلاقه بالتزامه بفكره الحياة يعني ما شاء الله فكر كلنا بنستفيد منه سواء جهاز معاه او العيبين قطاع مليء بالحراس الكويسين والتجديد دلوقتي والتطوير في قطاع الناشئين والرؤية للمستقبلية ان احنا عايزين نطلع لعيبة ناشئين فوق في الدرجة الاولى بدأنا بمصطفى شبير ولعب مبارات الترسانة في الكاس مبراهيلة جدا ومبشرة وعندنا حمزة علاء دلوقتي ومع احمد طارق سليمان وعندنا رمضان ابو حاطب ومحمد طارق وفيه مجموعة كويسة ان شاء الله في المستقبلة تبع حاجة كويسة للنادي الاهلي احنا بدأنا من تقريبا من واحد تسعة بدأنا اعداد عام وبعد كده من اعداد عام تحولنا لأعداد خاص ويعني الحراس بسم الله ان شاء الله دلوقتي ماشيين بشكل كويس جدا وان شاء الله ان شاء الله يبقى نتاج طيب للدرجة الاولى في المستقبل ان شاء الله بصراحة كافتن عمر انور ده يعني اخ كبير ومعلم ومحتوينا كجهاز كلنا وكافتن عمر بصراحة من الناس اللي انا يعني فناته عالية جدا جدا بيحب لعب تلكورة وبيعمل اللعيبة بحبه وخومه كبير وبيعلمهم برا حتى برا الملعب لاي في حوارات وفي تلفونات وممكن لو في مشاكل عند اللعيب مشاكل وسرية بتدخل فانا كابتن عمر بجد انا عايز اشكره جدا مع الجهاز فني محترم على مستوى الحمد لله وكابتن خميس في حرص المر واحمد يونس واحمد يونس عايز اتكلمها كابتن عمر عن عملية الدمج اللي تمت في قطاع الناشين اللي هي في المصلحة مصلحة فريق الشباب ابرز الصعوبات اللي ممكن تواجهها من عملية الدمج دمج دلوقتي النهاردة فريق 99 مع 2000 2000 كان بيلعب بطولة منطقة فريق 99 بيلعب بطولة جمهورية بطولة قوية فالنهاردة النادي لأهلي دمج الفريتين ابرز الايجابيات وابرز الصعوبات اللي ممكن تواجهها هي يعني الايجابيات ان انت حتاخد افضل اللعيبة من الفريتين حيبقوا فرقة واحدة فايبقى عندك فرقة قوية الصعوبات اللي هتواجهك للقايمة ان انت النهاردة مطالب من حوالي ممكن خمسين لعيب خمسة وخمسين لعيب كمان انت عايز 23 لعيب مش هقول لك 25 احنا قايمة وتعتنا 25 مش هقدر اقفل القايمة لان انت عارف احنا الفريت اللي تحت الفريت الاول على طول تمام فوارد جدا النادي او لجنة التخطيط ممكن تتعاقد مع لعيب للفريت الاول ممكن يكون موليد 99 او موليد 2000 فلازم يكون له مكان في القايمة فدي المشكلة اللي هتواجهه ان انت فيه لعيبة فيه لعيبة كويسة في النادي هتمشي السنادي لان ملهاش مكان في القايمة مش النومة وليلي كان عدد القوام لفريق شاوي النادي الاهل كنت متنادي اللجنة الخماسية بدلا ما تبقى 25 كانت لازم تمدها على الآل 30 زي الفريت الاول ما هو ايه الفكرة يعني ايه الفكرة ان الفريت الاول 30 والفرق اللي تحته تبقى 25 ايه الفكرة وخصوصا ان حتى الاتحاد نفسه مش عامل مسابقات للأعمار اللي هي الزوجية يعني الطبيعي ان كل الفرق ضم الفرق الزوجي على الفرق الفردي فالطبيعي ان انت تزود القوايم طبعا علشان تقدر ان انت يعني يعني تعتمد على اكبر عدد من اللعيب المميزين اللي عندك ما تفردش فيهم بسوق لا الحاجة التانية خلال الفترة اللي جاية فريق الشباب في كل الاندية هيتم تدعيم الفريق الاول في كل نادي بعدد كبير فالنهارده يكون موجود انت هتلعب بمين انت كمدير فني للشباب يعني ممكن يبقى ما عندكش قايمة فريق كاملة ممكن تلعب لي ممكن تلاقي نقص في الحتة دي يعني احنا النهارده مثلا لو استقررين على 23 العيب اه اه التلاتة وعشرين العيب دول قريد انت عندك منهم دلوقتي فوق فيه خمسة خمسة وفيه اتنين معارين اللي هو عبد المنعم وعمار حمدي وعمار حمدي يعني انت كلم في قام 17 لعب لدي بالزبط كده اه السبعتاشر العيب دول خلي بالك فيهم اربع حراس اه ليه اربع حراس لان انا عندي مصطفى شبير متأيد مع الفريق الاول افريقيا اه فكده كده مش هيبقى معاك اه فانا لازم يبقى عندي تلات حراس لان انا ممكن وارد جدا حارس يتصاب حارس يتوقف يعيا اه ما ينفعش انت تطوح المباراة بحارس واحد فغصبا عنك هتحط اربع حراس اه فدي هي دي يعني هي دي المشكلة الاساسية اللي هتواجهني السنة ان العدد عندك هيبقى قليل جدا اه شايف وهيبقى صعب سوري من غير رقطع كده اه اه امم افريقيا اه فهتلاقي معظم اللعيبة اه بتاعت الالفين الواحد طول الموسم مش هتلاقي موجودة اصلا هتلاقي في المنتقى شايف الكابتن عمر شايف يعني كل سنة بنطلع بكرارات النهاردة علشان يبقى عندك رؤية مستقبلية لكرة القادمة المصرية لازم بخطط النهاردة بقولي الاندية اه النهاردة احنا في عشرين 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 خمسة وعشرين انا هعمل ايه النهاردة ده كل سنة بتقول قرارات كل سنة قوائم كل سنة تأييد كل سنة اه في موليد كذا وما فيش موليد كذا شايف دي بتأثر ازاي خاصة ان احنا محتاجين يبقى فيه اه يعني رسم للمستبل اكتر من كده هي بتأثر عليك انت بتأثر على الاندية وبتأثر على المدربين اه ان انت النهاردة كمدرب بتضطر تستنى لاخر لحظة عشان تعرف ايه القرار اخر لحظة دي المشكلة انما لو انت عندك بلان معمول للسنتين ثلاثة اربعة ايا كان خلاص هتبقى انت عارف السنة الجاية هتعمل ايه والسنة اللي بعدها هتعمل ايه هتعتمد على مين تقدر انت حتى تاخد قرار يعني انت ممكن اه في سنة من السنين ممكن ان انت ما تلغيش فرقة من الفرقة مزبور عشان القيد مش عشان مش عشان انت محتاج الفرقة اه او عشان انت عايز تلعف المسابقة اللي هي القضعف اللي هي مسابقة المنطقة مش هتبقى فرقة معك انك تلعفه مسابقة ضعيفة قد ما هيبقى فرقة معك بالزبط ان انت عندك لعيبة مميزة عايز تأييدها تحت السن عشان تفيد الفريق الاول عشان برضو انت الفريق الاول محتاج ان هو اللعيبة اللي بيجيبها او اللعيبة اللي بيطلعها اعراض او اللعيبة اللي هي مش هتكمل في النادي اه اه الفريق الاول بالزبط يعني انت الفريق الاول عندك بيتلعف دوري وبتلعف في كاس وبتلعف بطولة أفروكي فمحتاج أكبر عدد من اللعيب احنا شايفين دلوقتها يا كابتن ده عدد اللي بيسمح للأندية بالكوديوم مواريد تسعة وتسعين الشباب خمسة وعشرين لعب فريق ألفين خمسة وعشرين لعب فريق ألفين وواحد خمسة وعشرين لعب ألفين واتنين خمسة وعشرين ألفين وثلاثة تلاتين لعب وحتى تحت في البراعن بعدما كان عدد كبير فالفين وحضاشة وعشر كانت مفتوحة القاعدة اللي مفروض زي الهرم تبقى قاعدة كبيرة وتطلع بتقل برضو كمان كانت مفتوحة بقت أربعين لعب احنا ان شاء الله الحلقة اللي جاي هنناشي القضية دي معنا النهار حاجة مهمة لأن احنا برضو خلي بالك برضو في جزء كبير جدا من المسابعة دي تعملت السنة دي عشان منتخب الأولمبي فانت النهاردة لما تجبر الأندية ان هي تلاعب في المباراة بتاعة الدوري بتاعك تلات لعبة من موليد سبعة وتسعين فهل كل الأندية عندها لعبة سبعة وتسعين هتستفد بيها لا يعني فيه نقط فيه حاجات انت لازم تعوض بيها الأندية دي نقطة مهمة وان شاء الله الحلقة اللي جاي هيكون معايا رؤساء اقطاعات الناشئين في مصر عشان نناشي القضية المهمة دي عايزة استألك بقى عن موسيماني ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد كابتن عمر موسيماني وتعاقد الناد للأهل معاه خطوة مهمة شايف يعني اداء موسيماني خلال الفترة القصيارة اللي تولى فيها قادة الناد للأهل ازاي لا انا شايف ان هي خطوة جريئة يعني وجديد اه طبعا يعني ما تعملتش قبل كده وما حدش فكر فيها قبل كده وما حدش يعني محدش خطط لحاجة فاجاب لها حد فاجاب لها حد مناسب اه يعني النهار ده انت لما خدت قرار انك هتغير مدير فني لو جبت حد اجنبي دلوقتي يعني انا وجد نظرك هتتبقى الأمور صعبة جدا 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 هياخد وقت لما يتأقلم ويعرف اللاعب والأجواء ويتأقلم حتى على اللعب في إفريقيا اه وعلى اللعب في الدوري المصري اه يعني بغض النظر ان انت حسامت البطولة او ان انت اكسبتها او ان انت مش بحتاج حاجة من المطشاط الدوري اه انما انت بتتجهز لحاجة اهمه اكبر اه الحاجة الاهمه الاكبر دي فيه فرق ان انت يبقى عندك فيها خبرات وفيه فرق ان انت عندك فيها خلفيات واشتغلت فيها وعرفها وحافظها وفيه فرق ان انت تخش فيها يعني حاجة شايف ان مسلمان هو الاختار الانسب الانسب في الفترة دي اه وللمرحلة دي انا شايفها فكرة يعني فكرة جريئة جدا وفي نفس الوقت يعني تحسب للإدارة تحسب لكابت الخطيب واللجنة التخطيط انهم افكروا في الفكرة دي لان دي فكرة خلي بالك يا دي فكرة ما تخطرش على حد خرج الصندوق طبعا بحقيقة يعني احنا كلنا اتفاجئ يعني انا ما قدرش اقولك ان دي كانت حاجة متوقعة او ان انا او ان انا مسلا كان الموضوع بالنسبة لي عادي او لا هو ما كانش جدا هو كان مفاجئ بس لما تيجي تحسبها لا تشوف بقى الناس دي فعلا بتفكر الناس دي فعلا بتخطط الناس دي شايفة ايه الهدف اللي هي رايحاله وجايبه انسب واحد للمرحلة دي شايف اداءه ازاي في المباريات القصيرة طبعا المسلمان جاي في فترة قصيرة لكن هو معلوماته كبيرة عن النادي الاهلي وواجه النادي الاهلي مرات قبل كده يعني لعب قدام المأولين قدام امام امبي امام كمان بيرامتس وشايف خطوته وجراته وهو نايس واحد بيلعب عربي بدر ويلعب شادي ردوان وليه تصريح بيقول اللعبة دي لازم تسبح مع القرش يعني وهي في السن الصغير لازم تلعب مع الكمار عشان تكتسب الخبرات دي انا شايف ان دي يعني دي من 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 اهم الايجابيات اللي هو جاي بيه اه هو عنده فكر اه وفكره مختلف اه يعني هو برضو بيميل للعب الكرة على الارض بيميل الاستحواز كويس بيميل للضغط العالي ام كل دي حاجات حتحق يعني انا وجهة نظري دي حاجات ما تعملاش غير فرق كبيرة تمام فهو جاي عارف هو جاي فين وعارف طموحات النادي ايه وعارف جمهور الاهلي عايز ايه وعارف ادارة النادي عايز ايه انا شايف انه يعني اختيار مناسب بتمنى له التوفيق في المرحلة اللي جاي لانه هو برضو جاي في وقت صعب جدا وقت دايق جدا اه عارف لو فيه وقت يعني لو مثلا فيه حوالي تلات اسابيع او شهر اه وكان هيخش على المبارات بتاعت قبل النهاية بتاعت افرقيا انا شايف ان دا كان الوقت دا هيساعده بشكل كبير جدا انا شايف ان هو برضو يعني يعني حظه كويس جدا انه معا حد زي سامي امصان وزي سيد عبد الحفيز دكتور عبد المحيد برضو لا انا بتكلم في الحتة الفنية شوية اه انا شايف ان هما هيساعدوه بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت دي انا شايف ان هما كان دورهم كبير جدا معاه وحاجة تحسب له اه ان هو واثق فيهم ومتعاون معهم وبيسمع كلامهم اه يعني دي حاجة من الحاجات تدي لك مؤشر ان هو نفسه عنده ثقة في نفسه شوفنا المباراة اللي فاتت وبينه كابتن سامي امصان وفيه تعاون وفيه كلام لا تحس ان هما يعني كان فيه حاجة متفقين عليها وحصلت تمام فممكن يكون بيقوله او اللي تقالت عمل او اللي انت قلت يعني انا طبعا معرفش تفاصيل بالزبط بس هي بتبان اه يعني هي اللقطة بتبين حاجات معينة اه تمام فحطة ان هو عنده ثقة في نفسه فبيسمع للناس اللي موجودين معاه انا شايف ان ده مش ضعف انا شايف ان ده ثقة وثقة كبيرة جدا في نفسه لان انا انا لو ضعيف لو انا قليل حقلق منك حقلق من المساعد اللي موجود معايا مش هاخد منه افكار ممكن اعند معاه في افكار مهمة وتساعدني وتساعد الفريق علشان ما يتقلش علينا انا بسمع كلام المساعد اللي معايا ايو 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 انا شايف ان دي حاجة مهمة جدا في شخصيته انا شايف هو هادي جدا في التعامل مع المباريات وده بان جدا في مبارات بيراميدز بعد الطرد ويكون ان هو يغير طريقة اللعب ويطلع العيب هو لسه منزله ما يكملش شوت ويطلع عشان يغير طريقة اللعب عشان هو عنده متغيرات حصلت في المباراة لا انا شايف ان دي حاجة تتحسب له مع الوقت اعتقد ان شكل الفريق هيختلف الاداء هيختلف المرجو بس الفترة اللي جاية يعني بفيه تعاون وتكاتف من الجميع ان احنا نعدي المرحلة اللي هي بتاعت ندور قبل النائي بتاعتقف لك ما عايزة اسألك بقى عن مباراة الوداد مباراة المهمة مباراة كبيرة فريق الوداد بلغة الكرة بقوله فريق مجروح لسه خاصة دوري يعني في السواني الاخيرة فريق الوداد فالنهاردة بيقابل الناد الاهلي برضو بحماس كبير وعاز يعوق الموسم اللي فات بيوصل للدور النهائي وشفنا الاحداث كلها فالنهاردة برضو رسالتك لعيب الناد الاهلي وشاف مباراة الوداد ازاي لا هي مباراة صعبة بأي حال من الاحوال وبأي شكل من الاشكال مباراة صعبة وخصوصا في الحالة النواقص اللي موجودة عندنا دلوقتي في الفريق يعني انت برضو بتلعب بخط ظهر ما هواش اساسي ما هواش مكتمل وحتى لو عندك اساسي مش حابة فيه بودلة فدي برضو بالنسبة لنا مشكلة انما اللي انا بطلبه من لعبة النادي الاهلي التركيز والهدوء في المباراة وخصوصا في المباراة الاولى اللي هي خارج الارض اللي هي تبقى في المغرب انا شاف ان التركيز والهدوء هيجي معاك بطريقة يعني هيجي معاك نتيجة ايجابية جدا خصوصا ان انا برضو انا متأكد بنسبة مليون في المية ان فرقة الوداد عملا لك الف حساب وعارف هي بتلعب مين وعارف النادي الاهلي مين وعارف النادي الاهلي بقاله فترة بعيدة عن بطولة افراقيا وانه هو متعطش جدا لبطولة افراقيا كسبان دوري بفرق كبير جدا بيلعب باريحية المشكلة اللي عندنا هي النواقص اللي موجودة في خط الضط اللعيبة اللي موجودة ان شاء الله قدرة انها اتعوض لعيبة النادي الاهلي ومعدة النادي الاهلي بيبان في المواقف اللي زي دي وبيبان في المباراة المهمة اللي زي دي فانا بس كل اللي انا بطلبه من اللعيبة ومن الجهاز الفني الهدوء والتركيز لان الاتنين دول العنصرين دول في المباراة المهمة المباراة دي يا أسامة يعني بتخلص بتفاصيل الصغيرة فطول ما انت بركز وطول ما انت هادي هتعرف تاخد قرارات سليمة هتعرف تتمركز صحه هتعرف تطلع بأفضل نتيجة ان شاء الله بحيث ان انت هتيجي هنا في مباراة القاهرة بإذن الله يكون الصعود من هنا بإذن الله ان شاء الله قبل الصعود من هنا كابتن عامرانو اتفق معي ان مفتاح الصعود هي المباراة الأولى هناك هي النتيجة بالأداء بالشخصية هو ده لها انعكس على المباراة التانية معنا عشان كده بقولك التركيز والهدوء تركيز والهدوء حيعمل لك نتيجة إيجابية ايا كانت النتيجة دي ايه مكسب تعادل سلبي تعادل إيجابي كل ده في مصلحتك ان مشاكلك في الملعب سيطرتك على مجراءات الأمور في الملعب هو ده اللي هيحسس الفريق اللي قدامك انت متفوق عليه ولا مش متفوق عليه لو حصل ان انت تفوقت على الخصم في ملعبه الخصم هيجي يعمل لك الف حساب هنا في ملعبك لانما تفوق عليك في ملعبك وفي وسط أرضك وفي وسط الأجواب بتاعتك اللي انت حافظها وعرفها كويس يبقى الطبيعي ان انا هتفوق عليك هنا في الأجواب بتاعتنا وفي ملعبي اللي انا حافظه والكلام ده كله مع احراز نتيجة إيجابية في المباراة الأولى فان شاء الله بإذن الله المباراة الأولى هتبهي دي ان شاء الله بإذن الله يعني مفتاح التأهل للمباراة النهائية بإذن الله حضور جمهور في المباراة دي فريق الوداد طيب احنا معنا دلوقتي لقطات حصرية دلوقتي في برنامج الأشبال على شاشة قناة النادي الأهلي ولحظة وصول بعثة النادي الأهلي بنقول لهم محمد الله على ألف سلامة إلى المغرب كل التوفيق كل الدعوات كل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله يعني ترجعوا في الشوط الأول في المغرب إن شاء الله منصورين شايفين كل البعثة ميشيلي يانكوني كل لعب النادي الأهلي صالح جمعة محمود كهربا اللي سافر أيضا مع بعثة النادي الأهلي كابتن سامي أمصان ده لحظات حصرية معنا دلوقتي من لحظة وصول بنشكر طبعا إير كايرو وبنك ساييب على الدعم والمسندة للنادي الأهلي زي أقول لحضراتكم دي اللحظات الأولى من وصول بعثة النادي الأهلي وزي ما احنا شايفين فيه إجراءات احترازية كبيرة يعني تتبعها بعثة النادي الأهلي من بداية من التحرك من مطار القاهرة وأيضا فيه مطار المغرب شايفين إجراءات كبيرة من لعب النادي الأهلي واهتمام بها علشان إن شاء الله محتاجين كل اللعيبة مش عايزين نفقد أي لعيب بسبب أي إهمال أي تأثير أي حاجة فشايفين تعاليه كابتن عمر أنور يعني وصول البعثة والإجراءات لا طبعا بنقول لهم الحمد لله على السلامة طبعا نتمالهم إن شاء الله يعني مباراة تبقى إن شاء الله طاليب بإسم النادي الأهلي وإن شاء الله والأهم من ده كله الهدف نحنا كلنا بنسعى الهدف واحد إن إحنا إن شاء الله نوصل للمباراة النهائية ونقدر إن شاء الله نفوز بطولة إفرقية السنة الفرصة أنا شايف إنها فرصة كبيرة جدا فيه اهتمام وفيه تركيز يعني مجهود سنة كبير اتعمل يعني إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكلله بالنجاح وبإذن الله إن شاء الله التسعة تبقى موجودة معنا السنة دي إن شاء الله وأنا بأتفع معاك عامر دايما المباراة الكبيرة دي التفاصيل الصغيرة هي المهمة تفاصيل اللعيب لازم يعيشها والتركيز خلال التسعين ديئة نهاردة عدم حضور جمهور الوداد من الغالب طبعا ما في شبه المباراة بدون جماهير ده برضو بيمثل نقطة جبال النادي الأهلي ولا تظل برضو مباراة الوداد مباراة صعبة هي مباراة صعبة بس ما تلعبها بدون جمهور أفضل ما تلعبها بجمهور ونفس الشيء ما هيبه هنا يعني برضو الوداد لما هيجي يلعب في القاهرة هنا ما يلعب النادي الأهلي بجمهور غير لما هيلعبه بدون جمهور طبعا هي هتلاقي الظروف متشابهة السلبيات والأجابيات هتلاقي على الفرقتين فإن شاء الله الفريق الأكثر هدوء الأكثر تركيز هو اللي حيقدر إن شاء الله بإذن الله يحسب المباراتين يعني أو مجموع المباراتين المسلمين ممكن قابل الوداد إزاي خاصة أن إحنا بنقول إن ده برضو معنا يعني لحظة الوصول لسه مازالت اللقطات معنا وشايفين دلوقتي يعني وصول الطيارة ودلوقتي اللعبة بتستقل الأوتوبيس اللي بينقلهم لسبال طبعا شايفين الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة وطبعا شايفين كل السادة المسؤولين في السفارة المصرية في المغرب واستقبال كبير وكافة التسهيلات كلها شايفين الجهاز الطبي وأيضا ده الشيف محمد الدالي الشيف محمد الدالي ده يعني الشيف ده النادي الأهلي النادي الأهلي عامل حسابه في كل الإجراءات هناك مش شايف أي حاجة للظروف إجراءات احترازية كبيرة كمان عملية الأكل والتغذية هناك وأخذ الشيف الخاص بالنادي الأهلي علشان عملية التغذية وعملية الأكل عمال النادي الأهلي يعني دي لقطات حصرية دايما النادي الأهلي ما بصيفش حاجة للظروف دايما كل حاجة أو للصدفة دايما كل حاجة مدروسة كل حاجة متسهلة كابتن سادة الحفيظ اللي أم بدور كبير وكابتن سمير عدلي وكل البعثة الإدارية للنادي الأهل اللي بيشتغلوا خلال الأيام اللي فاتت الشغل مش النهاردة بس لا ده من خلال أيام سابقة فيه شغل كبير وفيه تواصل كبير مع السفارة المصرية في المغرب اللي بنشكرهم كل الشكر طبعا وسافرنا في المغرب اللي يعني بيزللوا كل الصعوبات وكل الأمور للنادي الأهلي تمنى إن شاء الله يعني يرجعوا سفرنا أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب اللي بنشكره هنا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي إنه يعني بيسهل كل الإجراءات للبعثة في المغرب دايما المغرب ومصر أشقاء شفنا النهاردة دور النادي الأهلي لما يعني اتعرض عليه تأجيل هذه المباراة قال لك الصحة العامة للمواطنين هي الأولى فيظل العلاقة ما بين الأهلي أو ما بين مصر وما بين المغرب ما بين الأهلي وما بين الأندية المغربية هي دي علاقة الحب وعلاقة الود ده دايماً اللي احنا بنجنيه دايماً من الرياضة وده هنشوقه وزا ما احنا شايفينه كمان في استقبال يعني الإخوة في المغرب لبعثة النادي الأهلي وزا ما أقوله أكرر للمرة التانية والتالتة يا رب إن شاء الله ترجعوا منصوريين كل دعوات الأهلوية لكم إن شاء الله بالنصر وبالتوفيق ودايماً يعني تحققوا كل ما يريده جماهير النادي الأهلي نعم تمام يعني أنت يعني لخصت كل حاجة صراحة ومهم جداً فعلاً العلاقات الطيبة ما بين البلدين وما بين الفريقين ودايماً حتى أنت لما يعني لما حد أنت بتحاول أن أنت تقول عليه كلمة كويسة بتقول ده روحه رياضية فالطبيعي إن أنت الرياضة دي يعني بتخلق يعني برى التنافس بالطبيعي إنها بتخلق وده وتخلق احترام وتخلق علاقات طيبة أنت تكلمت في نقطة مهمة جداً النادي لما وافق على تأجيل المباراة دي كانت خطوة مهمة جداً بزبط يعني ده أكبر دليل برضو خلي بالك دايماً الكبير يبقى كبير في كل حاجة مش حاجة أنا النهاردة عشان عايز أكسب مباراة أستغل الظروف بتاعة الخصم الخصم اللي قدامي إن هو عنده نواقص أو إن هو عنده مشكلة أو عنده أزمة أو 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 حتى أنت لو فزت وانتصرت مش هتحس بتعم حلوة الفوز احنا شوفنا كابتن محمود الخطيب وهو طبعاً بيترأس بعثة النادي الأهل كان موجود مع النادي الأهل في مباراة الهل السوداني وكانت مباراة مهمة ومصرية وكان أيضاً موجود مع مباراة الأهل في سانداونز مباراة تانية وكانت مباراة برضو حاسمة شايف وجود نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب طبعاً بصد ده بيدي دعم معناوي للفريق وللعيبة غير طبيعي وعلى مدار الفترة اللي فاتت دي ممكن كابتن محمود هو أكتر رئيس نادي كان متواجد مع البعثات الخارجية في المباراة الأفريقية المهمة والحاجات اللي هي تحس إن هي فيها قلق شوية أو فيها أنت محتاج نتيجة مباراة أو أنت محتاج لما بتلاقي نجم كبير معاك لما بتلاقي رئيس النادي معاك بتعامل معاك بوده وباحترام يعني محتضن اللعيبة كلهم بالجهاز اللي موجود كله لا أنا شايف إن دي حاجة مهمة جداً وخصوصاً لما يكون حد زي كابتن الخطيب يعني فيه رؤساء قندية كتير بس برضو معلش خلينا نتكلم بواقعية ونتكلم بصراحة الكابتن الخطيب حالة وحالة يعني كنت بسأل مرة علي معلول بقوله وجود الكابتن محمود الخطيب معاكو في البعثة قال لي مجرد ما بنشوفه من غير ما يتكلم معانا خلاص الرسالة وصلت ما أنا بقول لها رسالة وصلت من بداية سلم الطيارة وإحنا طلعين عشان أنت عارف أنت بتتعامل مع مين أنت بتتعامل مع أسطورة لما أنت فعلاً بتيجي تقول أنا بتعامل مع أسطورة هي فعلاً أسطورة يعني متجسدة قدام فحتى يعني هو أتكلم في نقطة مهمة جداً أن أنت لما بتشوفه خلاص مسألة وصلت بتبقى مش محتاج كلام مش محتاج أي حاجة وجوده بينقلك الأهمية بتاعة الحدث اللي أنت موجود فيه تمام خلبيك إحنا شايفين برضو يعني اهتمام النادي الأهلي واللعبة يعني متبع عملية الإجراءات الاحترازية فيه أربع مساحات قبل المباراة أربع مساحات لقدر الله لو لعيب أصيب بأي شيء بيتم استبعاده فهنا شايفين فيه اهتمام كبير من بعثة النادي الأهلي ومن لعب النادي الأهلي والجهاز الفني وكل الباسة بعملية الإجراءات الاحترازية وهي الفرقة مش نقص نواقص نا طبعاً يعني احنا محتاجين فعلاً حتى لو لعيب مش جاهز بنسبة مية في المية لازم هيكون موجود ولازم هيكون متواجد وهيكون له دور حتى لو مش موجود في الملعب هيكون له دور برى الملعب يعني حتى أنا يعني أنا عجبني جداً إن كهرابا يكون موجود معاه شيء مهم إنه ما يتسبش هنا برضو ده العيب مهم ولعيب أساسي ولعيب مؤثر في الفريق وجوده مع الفريق يقدر يعمله دعم معناوي كويس جداً وجوده مع الفريق ممكن يساعده إن هو يرجع بسرعة عكس ما يكون أنا موجود هنا وأنا بعيد وأنا مش متواجد مع الفريق وباخد علاق طبي بس أو إن أنا بعمل تأهيل بس طبي لا أنا شايف إن وجوده مع الفريق شايفين كمان أيمن أشرف يعني كان من العب المصابة خليف فترة موجود النهاردة أيمن أشرف كمان محمد الشناوي اللي بنقول له الحمد لله على السلام لان برح يمكن تباتى حتى التمرين بتاعه هو كان الفريق أجازة وهو راح اتمرر هو مصطفى شبير لا ما شاء الله يعني سليد يعني أدى تمرين قوي جداً 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 وسليم بنسبة مية في المية إن شاء الله هيكون متواجد بإذن الله نحن طبعاً محتاجين كل اللعيبة كتب طبعاً أنا لسه بقول لك نحن في عرض نص العيب مش في عرض العيب فلا إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية دي الأمور تمشي يعني كما يرام وبإذن الله بإذن الله نقدر نرجع بنتيجة إيجابية من هناك تقدر تساعدنا يعني تساهل علينا ماتش العودة هنا في القاهرة إن شاء الله دايماً الأجواء يعني ما بين الأندية المصرية والمغربية وخاصة الأهلي كمان وفرق المغرب تم مباراة حلوة مباراة فيها كورة مباراة ما فيهاش عنف أو بلغة الكورة لا مباراة كورة فيها تفاصيل كتير فيها تركيز فيها مهارة فيها هداف فيها بص المباراة بتاعت يعني فارين نادي الأهلي أو الفرق المصرية مع فرق شمال إفريقيا هتلاقي فيها حاجتين هتلاقي فيها فنيات عالية جداً ومهارات عالية جداً وحتلاقي فيها شغل تكتيكي عالي جداً فدول هتلاقيهم الاثنين موجودين في المباراة لأن هم الفرقين بيملكوا عناصر مهارية كبيرة هتلاقي ده موجود في الملعب وفي نفس الوقت هتلاقي فيه انضباط تكتيكي عالي جداً في الملعب يعني أنا ممكن أنا متوقع المباراة اللي جاية دي ممكن النادي الأهلي العب 4-3-3 ممكن يعني وارد يعني تبدأ كده بحت التأميم برضه بتاعت نص الملعب لأن انت برضه التلاتة بتاع نص الملعب بتوعك عندهم حتة الاستحواس كويسة جداً وعندهم حتة قطع الكرة كويس جداً وعندهم حتة التكملة خلف المهاجمين كويسة جداً فدي ممكن تأمين بها أنت نص الملعب في بداية المباراة لحد ما يعني تشوف المباراة ماشي ازاي تدرس الخصم اللي قدامك ماشي ازاي وحسب مجرية الأمور بتاعت المباراة تقدر تشوف انت التغيرات الأنسب والأصلح أثناء سر المباراة يعني كابتن عمر شاف ان بفي خطة فيها توازن دفاعي هجومي ده الأفضل للمسلمين لات المباراة أنا بقول ممكن ولو يعني ولو أن انت النهاردة في الكرة الحديثة الفرق الكبيرة بتلعب بره زي ما بتلعب جمع بس أنا النهاردة لما يكون عندي عناصر بتقدر تغير لي طريقة اللعب مع تأمين شوية عشان أنا برعب بره ملعبي وعندي مشكلة شوية في خط الضار بتاعي أنا شايف ان ده ممكن يعني ده ممكن فكر يلجأ ليه المسلميني مسلميني ممكن يقسم المباراة ببدأ بسيناريو ما هي الحطة اللي أنا بقول لك عليها دي تفاصيل إن أنا ممكن أبدأ بدي وأثناء المباراة أنا بقى السيناريوهات بتاعتي إذا أنا قدرت أن أجيب جون حعمل إيه إذا لقدر الله دخل فيها جون إيه إذا الدنيا مشى بالنسبة لي تمام أنا مسيطر ومحافظ ومعنديش خطورة والكلام ده كله أنا بقى هدفي من المباراة إيه أنا شايف الفريق اللي قدامي إيه هل هو بدني كويس هل هو تكتيكي كويس هل مثلا فيه صغرة في جنب من الأجناب في العمق هو ده اللي هيخليك تعمل التغييرات والمطش الشغال وخاصة فيه مباراة تانية شوت تاني بالزبط زي نقوله في مصر بالزبط فأنت بتلعب شوت أول على ضغوب لسه فيه شوت تاني بس خلي بالك فيه مدربين كتير جدا بتحاول إنها تطلع بأفضل نتيجة إيجابية في المباراة الأولى عشان تساهل عليه المباراة تاني وفيه ناس بتحاول اللي هو زي ما بقول التوازن وأنا عندي مباراة تانية هنا أقدر أن أنا أعمل فيها شكل تاني بأداء تاني أفاجئ الخصب بطريقة لعبة تانية بواجبات تانية بأشخاص تانية في الملعب ما يبونش هم شايفينهم مش عاملين حسابهم كل واحد وليه وجهة نظر في دارة المباراة بتاعه أهمية الفرص اللي بتتاح في المباراة اللي زي دي في المباراة اللي زي دي ما بتتاحش فرص كتير ممكن تظهر فرصة نص فرص نص فرصة زمحاك بتقول دور بقى الناس اللي بتلعب في الحتة الأمامية سواء أفشة سواء حسين الشحات جنر جايي مراه محسن باجي أنا أتكلم على الخط الأمامي كله أهمية الفرص دي واستغلال الفرص في المباراة اللي زي دي هي دي يعني دي مباراة أنصف الفرص كل ما حتقدر تستغل الفرصة كل ما حتقدر تحسم المباراة أنت ممكن النهاردة المباراة دي تتحسم من هناك إذا أنت فعلا يعني كان عندك شق هجومي كويس جدا إذا كان عندك استغلال الفرص بشكل إيجابي جدا إذا قدرت أن أنت تحرز أهداف كل ده يقدر يساعدك في المباراة التانية فهي المباراة دايما المباراة الكبيرة والمباراة النهائية هي مباراة أنصف الفرص طبعا مش محتاجة أن أنت تضيع فرص كتير لأن أنت ممكن في المباراة كلها توصل للجول مرة أو مرتين لو ما استغلتش حاجة من الحاجات دي يعني هو فيه قاعدة في الكرة اللي بيضيع بيستابل طبعا فإحنا عندنا الحتة دي موجودة عندنا أكتر من لعب عنده القدرة على حراز الأداف يعني حتى لعبة بتاعت نص الملعب اللي أنا قلت لك عليه حتى النهاردة لو أنت بتلعب بتلاتة في نص الملعب لأ عندك عمر السلائي عنده القدرة على التسجيل حمد فاتح عنده القدرة على التسجيل ديانج نفسه عنده قدرة يعني فإنت عندك مجموعة كبيرة جدا تقدر تستغل الحاجات دي المهم بالنسبة لأنا الحتة التركيز اللي أنا بقولك عليها يبقى مهم جدا كمان في الكور السابت سواء اللي ليك واللي عليك الكور السابتة دلوقتي بتخلص منشاط فلو أنا مركز لو أنا عندي التمركز بتاعي صح لو أنا مسك المان بتاعي صح لا الدنيا بتتكلم عن الكور السابتة كورات السابتة سواء الدفاعية أو هجومية مش هجومية بس لا لا بالعكس بالعكس انت بص المطشاط التقيلة المطشاط الكبيرة والفرق الكبيرة لما بتلعب بيبقى صعب يخش فيها جوه فلازم تلجأ لكذا حل الكور السابتة سواء كورنر أو الفاولات القريبة من الجنب أو الحاجات المواجهة من على التمنتاشر دي حلول طبعا وفيه لعيبة يعني فيه لعيبة مميزة جدا في الحاجات دي كل سمعتها وكل شهرتها جابتها من من الكور السابت لا وعندنا كمان سواء بتصنعها أو بتسجلها واحد من نجوم الاهلي في الكورات السابتة كمان بيمثل فيها خطورة علي معلول بالزبط ان شاء الله اللي ينضب وافشة وافشة كمان برضو من اللعبة المميزة جدا في الكور السابت وشوفنا السندي النادي الاهلي في مشوار الدوري أحرز أهداف كتير من الكورات السابتة وعندك في الحاجات بقى الفاولات اللي هي بتتعمل بالعرض أول كورنرز الموجود عندك حمد فاتحي مميز جدا عندك أيمن أشرف عمر الصلية ديانج ماروان محسن باجي كل دول اللعبة تقدر تحرز أهداف من كور سابتة فانا شايف برضو حتة الكور السابتة دي مهمة جدا 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 سواء اللي لينة أو اللي علينا لان برضو يعني احنا زي ما تكلمنا قلنا التفاصيل الصغيرة في ناس كتيرة جدا وفي مدربين كبار وفي فرق كبيرة ما بتعملش حساب للكور سابت وبتدفع تمانا وبتدفع ضربيةها غالي جدا حل من الحلول المهمة جدا في مجراء كور سابتة وانا بضم رأي رأيك كابتن عمر أخيرا عايز رسالة من الكابتن عمر للعب الناد الأهلي وجهاز الفن هو يعني احنا يعني كلنا في ظهركوا كلنا دعم معاكوا لآخر لحظة كل اللي أنا بطلبه وقلته معاك وبعيده تاني بكرره تلات حاجات أنا الأول لو طلعك حاجتين دلوقتي يبقوا تلات يعني هما تلات حاجات لازم يبقوا مهمين ثقة ودوء تركيز التلات حاجات دول هيخلوا يعني شكلنا حاجة تانية خالص حتى تفوق على الفرقة ان شاء الله على فرقة الودان هتقدر تعمل نتيجة إيجابية هترجع ان شاء الله بإذن الله يعني بنسبة تمانين تسعين في المية انت حاسم المباراة التانية اللي هنا من هناك بإذن الله السقة هدوء تركيز تركيز وقابلهم طبعا توفير ربنا سعرانة دعالة ما دي حاجة ما فاش كلامي كابتن عمر شرفتنا ونورتنا ربنا يخليك يا وسامة أنا سعيد ان أنا كنت موجود معاك النهاردة أنا اللي استنتعت بالحوار مع حضرتك بنا يخليك يا رب باشكر ضيف النهاردة اللي كان مشرفني ونورني في برنامج الأشبال الكابتن عمر أنور المدير الفني لشباب النادي الأهل نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق خلال الفترة القادمة وأيضا كل دعواتنا كل تمنياتنا الفريق الأول بالنادي الأهل إن شاء الله في مباراة الودادة المباراة الأولى في المغرب إن شاء الله يكون مباراة نتيجة في صالحنا إن شاء الله للمباراة التانية كل الدعوات اشتركوا في القناة